العين تقدم يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لها آفاق صحية للدكتور وليد فتاحي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المجتمعين أخوات المجتمعات أرحب بكم في برنامجنا هذا اليوم عندنا قصة مؤثرة جدا والقصة هذه أنا كتبتها قبل حوالي أكثر من عام في كتيب عنوان القصة من الذي قتل ابني ماجد من الذي قتل ابني ماجد ماجد عمره 16 سنة طالب الثانوية أحد مدارس في السعودية في جدة وماجد من الأوائل خرج هو وزملائه في رحلة مدرسية لأحد الأندية ماجد ماير في سبح ومع ذلك ساهم معهم في النشاط السباحة إن شاء الله أن يغرق ماجد وما شطاعه إنقاذه كان معه فقط ثلاث أساتذة موجودين معه في الرحلة كلها المنقذ المفروض يكون منقذ في هذه النادي طلع أنه هو ما عنده حتى يعني شهادة لإنقاذ هو سباك أو كهربائي المسؤول أو الطبيب في العيادة في هذا النادي كان غير متواجد تأخر الإسعاف أكثر من 20 دقيقة تراكمت كل أمور هذه اللي حصل أنه ماجد عندما أسعفه واللحظة اللي وصل فيها المساشفة كانت مرت ساعة كاملة عليه بدون أن يحصل على أي إسعافات أولية أو أي تدليك للقلب بالطبع لما نوصل المساشفة كان ميت لكن استعت المساشفة بالإسعافات الأولية وبالشحنة الكهربائية أن تعيد قلبه ولكن الدماغ انتهى لأنه انقطع عنه الأكسجين لمدة ساعة كاملة الموضوع حق ماجد حرست أنه شخصيا أن أجعله قضية مجتمع عشان أركز على نقطة هامة جدا هي موضوع الإسعافات الأولية كثير من محاضراتي عندما أحاضر وأسأل الناس خاصة الشباب كم واحد يعرف يسوي إسعافات أولية أو فاجأ أقل من 10% يستطيع القيام بإسعافات أولية بندرس أولاده في مدارس أشياء كثيرة جدا يحفظوا أشياء كثيرة لكن شيء مؤلم أنه طلب يتخرج من الثانوية وما يرى فيه يعمل إسعافات أولية والهناك أقيم من أنه الإنسان يستطيع أن يحيي نفسا أو يوقف نفسا في حين أنه ما تأخذ الدورة كلها أكثر من نصف يوم أنا تحدث في حلقة أخرى عن إمرأة كبيرة في السن أو جدة أنقذوها أحفادها 12 سنة و14 سنة وستطاعت الحمد لله أنه تعيش حياة بعد كده عادية جدا وطبيعية جدا أنا حقيقة أأمل أنه المدارس حقتنا تبدأ تخرج أجيال ما تخرج أحد إلا عنده شهاد إسعافات أولية يصبح جزء من المنهج وكذلك أناشد أناشد كل عائلة وكل بيت أنه يكون على الأقل في شخص أو اثنين موجود في العائلة يسجلوهم في دورة إسعافات أولية طبعا مثاليا أن عائلة كلها تتعلم كيف تعرف تعمل إسعافات أولية هناك كثير من البرامج الموجودة بل هناك مستشفيات قامت بدورها الإيجابي وعندها دورات تدريب مجانية لأي إنسان ودفها وغايتها وشعارها أن نريد أن يكون هناك منقذ في كل بيت لا نريد أن تتكرر قصة باجد لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولابد لكل واحد مننا أن يشعر بأهمية أن يأخذ بأسباب إحياء النفس ومن هذه الأسباب أن يعرف على الأقل كيف يقوم بإسعافات الأولية كثير من أحيان أقف في الشارع وشوف حادي السيارة إنسان طايح في الأرض عشرات الشباب محاطين حول هذا الإنسان ما هم عارفين كيف يساعدوه كثير من الإصابات التي تؤدي للشلل بتحدث مش من حاث السيارة وإنما من طريقة نقل المريض من السيارة للإسعاف شباب متحمسين يبقوا يساعدوا الشخص هذا اللي هو سلوا حادي السيارة يسحبوه بطريقة غلط يكون الحادث أثر في العمود الفقري لكن لو كان هم شعلوا بطريقة صحيحة كان ممكن أطباء يحافظوا على العصب فقط الحركة اللي سحبوه فيها أنقطع العصب الرئيسي ودفع ثمنها هذا الشاب ليبقى مشلولا ما تبقى من عمره لابد نعرف الأرقام حقا الأسعاف نضعها في بيوتنا لازم نعلم أولادنا حتى الصغار نبرمجها في تلفوناتنا بحيث الطفل الصغير يعرف في حالة حدوث أي حادث يضغط الرقم هذا هم برمج ليش نحن نفكر في أشياء كثيرة في حياتنا نخطط لها لكن لما يأتي شيء اللي هو أقيم شيء في حياتنا اللي هو الأخف بأسباب إحياء النفس نقصر ونهمل وناشدكم جميعا تأخذوا الموضوع بجدية وتبدو تبحثوا عن دورات تدريب لسعافات الأولية ونحن الآن في هذه الفترة الزمنية إذا كان في صيف لسه في إجازة حثوا أبناءكم وأولادكم أن يقوموا بهذه الدورة حتى إن شاء الله نصل إلى ما نربو إليه وهو أن يكون هناك منقذ على الأقل واحد في كل بيت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com الهندسة الصوتية محسن الطرزي لما أحسنت بالله ظنّى أحسنت بالله ظنّى ترجمة نانسي قنقر